ازاي قدرتوا تقنعوا اللجنة لوس انجلس انها توافق على ضم اللعب الحقيقة اشتغلنا على حقيقة كتير جدا كتنقص لعبة السكواش يعني يمكن كان من ضمن اسباب عدم ادراجنا في الالعاب الاولمبية هي ان اللعبة مش منتشرة في كدول كتير حول العالم اشتغلنا على الملف ده بتدينا ان احنا ننشر اللعبة في بلاد كتير جدا كانتش مهتمية بالسكواش بتادي بتهتم بيها ابتدينا ان احنا بالتعاون مع منظمات المحترفين ان التصوير بتاع التليفزيون للمباريات كان الاول الكورة يمكن ما بنبقنش خالص في التصوير في الناس كانت تتفرج على السكواش اللي مش بيفهموا في اللعبة كانوا بيميلوا جدا من الفرجة على السكواش فاشتغلنا مع التنصيق نزي منترك مع الاتحاد المحترفين على التقنية التصوير والاخراج والكلام دي كله فرق بشكل كبير جدا دلوقتي اما تتفرج على اي بطولة السكواش الكورة واضحة التحكيم برضو كان فيه شوات مشاكل بتادينا نحنا نشتغل عليه ولسه شغلين عليه فيمكن كان فيه شوية نقط ضعف عندنا في لعبة السكواش والحمد لله ان اشتغلنا على التطويرها ولسه عندنا كمس سنين لحد الوصف انجلس 28 وان شاء الله يكون فيه تطوير اكتر من كده بإذن الله اعتبر امريكا من تاني اكتر الدول تنظيم لبطولات في موسم السكواش بعد مصرهال ده كان ليه تأثير في انهم يقتنعوا بتنظيم دخول اللعبة في الأولمبياد طبعا امريكا دولة عزمة وامريكا لما بتهتم بالرياضة معينة اكي انت بتكبرها احنا من ضمن الخطط اللي كنا نشغلين عليها الفترة الفاتحة ان احنا ازاي نقنع اللجنة المنظمة للوصف انجلس 2028 بلعبة السكواش ودينا نعمل مميزات السكواش اللي هي من وجهة نظري كبيرة جدا وامريكا زي ما انت ذكرت بزي ننظمة دلوقتي حوالي اربع او خمس بطولات على اعلى مستوى كل سنة فيمكن دي بتدت تنشر اللعبة في جوه امريكا سواء في الناحية نيويورك او الناحية التانية اللي هي في الاحية لوس انجلس فده طبعا ساعدنا بشكل كبير جدا ان اللجنة المنظمة تقتنع بالسكواش كلعبة اولمبية والفترة الجاية زي ما قلت لك هيكون فيها شغل كبير جدا سواء مع امريكا او الدول الاخرى المهتمة بالسكواش